نحن مروا في استوديو وتوابش نعطيوكم في ربريك فاميليا شنو بش نحكي في موضوعنا اليوم صباح نو اللي نسي خالتوا علينا في الاستماع خليكم معنا نهاركم زين مرحبا مروا صباح النوم شنية حوالك الحمد لله اليوم ما انيرجي محليها اي الحمد لله عايبه تخي بيان ان شاء الله الناس الكل اللي يصمعوا فينا هما عندهم برشا انيرجي الموضوع اللي بش نحكيو فيه خاص شوية ما يشملش الناس الكل ممكن ما يهمش الناس الكل يهم فئة معينة ولا بش نفهمه نفسية كل الناس هذو ما ولا الفئة هذية اللي تنجم تصير عليها الحادثة كما هكا وانتي قلت لي الموضوع هذا انطلقت به من حادثة صارت في الأصبوع هذية اي الحادثة اللي صارت في الأصبوع هذة انه تمكنت أم من تعنيق ابنها الموقوف بعد مدة عام ما انقتوش وكان المشهد مؤثر بارشا في المحكمة وبرشا الناس بكيت وتأثرت بالمشهد هذية ومن هنا نشوفوا يعني علاقة الأم قديش محنة على كبدتها وقولوا احنا على صغارها ومن هنا نشوفوا احنا في العلاقة مع الولدي بأطفالهم أو أبنائهم أو هما بش يبدوا من لول معناها بسلوكات ربما جانحة من بعد نجم يوصل للإجرام هذة اللي أرقامه في تونس عالية نسبة الإجرام معناها متطورة في تونس وتونس تحتل النسبة الرابعة مغربياً والعاشرة عربياً حسب موقع انباء تونس مع مؤشر نامبيو اللي يشوفوا به نسبة الإجرام فهالنسبة هذية راه يتخلينا نقولوا اش فامة عليش احنا بلادنا متطورة برشا فيها للنسب هذية وكي نرجع ونشوفوا متطورة نحكيه بالخايب معناه اي بالخايب عليش برشا للنسب الإجرام واحنا نشوفوا اللي احنا من عام لعام ولينا قبل حتى أولادنا نسيبوهم ما خافوش عليهم طو نخافوا عليهم البركاجات نخافوا عليهم من هالإجرام هذي اللي نجم يصير العصابات وإلا اللي كليك وإلا المراوجين مخدرات أو أي أشكال والبطالة اللي يبدأوا قاعدين قدام لليسي ولي كوليج معناها يبدأوا يصطادوا بلغتنا معناها بالحق مشكلة قاعدة هادة برشا في التليمزة اللي قاعدين يقراوا كيما قلنا في المكتب ولا في الكوليج ولا في الليسي نفس الشيء والأسباب هذية الدراسات العالمية والوطنية تثبت أنه أهم الأسباب اللي تخلي الإنسان يجنح إلى الإجرام والجنوح هذية هي أسباب مربوطة بالعائلة مربوطة بالأسرة فما 70% من الأطفال اللي يقوموا يكبروا بعد يكونوا عندهم السلوكات هذية 70% أسرة عادية يعني إش معناها؟ يعني الأسرة الأم والبو يعيشوا مع بعضهم وولدهم معهم لكن يصبح قائم بالإنحرافات والإجرام هذية فما 14% الأم تلقأة وحيدة النسبة أقل بارشة وقت اللي تكون الأم حدا تربي في ولدها فما 10% اليتيم الأب يكون عنده هالسلوك الجنح هذة لكن نقطة الاستفهام عليش 70% في أسرة عايشة مع بعضهم الإحصائيات كيف كيف تثبت أنه جاية وقت اللي يكون فما أحد الوالدين عنده سلوك عدواني عنيف مع أولاده وقت اللي يكون أحد الوالدين أيضا يعني عنده سوابق إجرامية وقت اللي يكون فما قسوة شديدة من أحد الوالدين على ابنهم وزيدة وقت اللي يكون فما تراخي شديد في تربية الصغار لهنا نشوفه ثلاثة حاجات أساسية ثلاثة مؤشرات أساسية تخلينا نعرفو هالعلاقة هذي في العائلة هذي بيش تخلي العلاقة متينة أو بيش توجهنا توجه الأطفال نحو الإجرام ثلاثة حاجات اللي هم التوجيه الأبوي هل الأولياء قاعدين يوجهوا في أولادهم التوجيه السليم هل هم حاضرين معاهم بيش يوجهوهم ويقولوا لهم لكن كيف الطريقة الثانية هي علاقة الوالدين مع أولادهم وخاصة في مرحلة المراهقة هل هو سلوك عنيف سلوك مقيد بحرية يقيد ياسر حرية الطفل خطر نعرفه في المراهقة يحب يمشي يكون عنده استقلالية إذا كان إحنا بيش نحدهم من الاستقلالية بطريقة عنيفة راهو سيؤدي إلى اضطرابات في سلوك هل الطفل هذي أو المراهقة الحاجة الثالثة هي مشاركة الوالدين هل أنت تحتاج معناها تشارك ولدك خاصة مراهقة وقات الفراغ متاعه أو لا ونعرفه في ظل الأزمات الاقتصادية والناس يستخدموا الجري كل شيء يقل الوقت لكن أقوله لهنا خلي الوقت يكون نوعي نوعية الوقت اللي تعديها مع صغيرك البعصة عدو كاليتي خين من ساعتين وانتي يكلو حتى التليفون يعطيك الصحة لكن فما عامل آخر داخل من أهم العوامل متاع الإجرام اللي هي الوضعية الاقتصادية متاع العائلة يعني كل ما تكون وضعية العائلة معناها وضعية متدنية اجتماعيا واقتصاديا كل ما تكون نسب الانحراف أعلى 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 بهنا في كيف حاطينا إحنا اللي يدخل هنا قلنا علاقة الوالدين كيفش تكون إذا في صورة ما في حالة أنه الابن ولا الابن يكون ارتكب جنحة كيفش لازم يتصرف معاه هاذا شنو حابينا نقوله واحنا كيفش لازم يتصرف معاه دونك اللي كنت نحكي فيها على الأسباب هو اللي بيش يخليني كيفش نتصرف معاه إذا كان القسوة والتجاهل والطرد يعني إذا كان طردت وقتلوا معاتش والدي انتي عملت هالخطاء هذايا لك والدي ولا نعرف ربما يتحمي في صورتك قدام المجتمع ربما يترضي في ضميرك ربما يغضب كبير يدور في بالك في قلبك من ولدك ولا بنتك وهو يقول لك الذكور عندهم أكثر نسب من الإناث في الإجراء فهذا التطريدة هذي والتي تبري من أبنك راهو بيش يزيد الغضب عنده وإذا زاد الغضب راهو بيش يزيد نسب مش يواصل في الإجراء من تاك ولي ذا الاحتواء احتويه سامحو انتي تكون تسامحو سامح على الأخطاء مع التوجيه مش يعني احنا نعرفو كل قصة كان كميمتي ركم العظيمة لولا نهيتني تعرفها زينما بالقصة فما أم ولدها مشي نهار جاب لها عظمة ياخي أمه فرحت بيها لقلت له منين لقلت له حتى شي فرحت بيها وطيبتها نهار الثاني جاب لها حارة فرحت بيها نهار الثالث الرابع ولا يسرق ويجيب وهي ما سألتوش مني هي ما سألتوش جاي وشدوه على السرقة ياخي هو وقف لهم وبدت هي تبكي ونري على ولدي وقللها كان كميمتي ركم العظمة لولا نهيتني فالتوجيه يعني تراه ولدك مش تسامحو وتقول له ما يسالش اي انتي ما زلت صغير وما يسالش لك كلنا نغلطو لكن التوجيه ما يكونش توجيه عنيف توجهوا تقولوا راهو هذا السلوك راهو ما يجيش ونفصلوا بين السلوك والشخص راهو اللي قمت به ما يجيش مش انتي بك وعليك مش انتي خائب مش انتي عمري منشوف فيك الخير عمري اعطيوا الثيقة في اطفالكم حتى ولو قلوا بين قوسين خانوا الثيقة مرة واثنين وغلطوا كونوا انتوما اللي تسامحوا وتعاودوا توجنوا هم الوالدين ساعات بالقصوة هذيك مش من قلبهم هي القصوة هذيك كيف تساعات يصرفوا بقصوة يسخلوا رويحهم باش يصلحوا من من ولدهم ولا من بنتهم الوحكولة يزيد يزيدتين بلا هاتك صحة هذي النسب اللي كنت نحكي عليها انه القصوة هي اللي تأدي في معظم الاحيان الى هالاجرام هذي يعني احنا نجي ونقصي وخط معناها نقوله خليني نوقف الحكاية عن حدها وخليني نوريه لكن انا مش عارف اللي قاعد نعمل في اضطيرابات اخرى صحيح اضطيرابات اخرى السلوكية نظر فيه ونلز فيه نحو الاجرام اكثر خطر هو وقتها وين باش يمشي باش يمشي نحو الحرية ونحو العصبات اللي تقبلك من غير شروط العصبات هذي عطيتوا ببرشة حرية لبستك كلمك قرأتك قريت ولا ما قريتش باش يلقى هالحرية هذي عفون باش يستقطبوه بكل سهولة بكل حب فالحب هذي احنا كأولياء اولى بيه لولادنا حتى في حالة الخطأ هذي وشفنا قديش تصويرها كانت مؤثرة لام تعنق في صغيرها يعني اعطيه الحب حتى ولو هو غالط لانه هو الحب هذيك فطري ما تنجمش حتى ام ولا يعني تقول لنا ما عنديش هالعطفة هذية يكون الغذب اقوى من عطفة الحب خاطر الحب هو اللي رجع فما حاجة اخرى اكيد لكن الحب يرجع دونك هذي العبرة متاع اليوم من حاتنا صارت شي تونس ما عندهيش برشة في احد المحاكم التونسية شكرا لك ماروة يعيشك صحة يعيشك دونك اهم حاجة ان نعيشوا بالحب هذي اهم حاجة يظهوليو نجمو نعطيوها لصغيرنا ان لو باختاج الامور هذة ان لو باختاج مع صغيرنا اكثر ما يمكن كيما قالت ماروة يمكن هذة من الحاجات اللي ينجم يصلح صغيرنا وينجم يحطو على الطريق السوي من بين برشة حاجة اخرى ولكن هو لا باز يظهوليو اليوم في علاقاتنا ببعاظنا في علاقاتنا العائلية كانت هذي فاميليا اشتركوا في القناة